هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى عندنا اشكال الاشكال الاول قلنا الهداية هداية توفيق وهداية دلالة والشارك. كنت هنا. الاشكال الثاني ما هو من احببت كيف يحب كافر. ثلاثة اقوال. القول الاول من احببت هداية. يحب له الهداية. هذا لا اشكال فيها. نحن والله نحب للكفار الهداية. نقول والله نحب لكم الخير. وهو الدخول في اسلام. نخاف عليكم. انتم مخلدين الناس قلد ابن. لا نكذب عليه. الثاني. انك لا تهدي من احببت محبة طبيعية. حب طبيعي. حب له انه عمره. يدافع عنه. لكن يبغض في الله. هذا القول الثاني الصحيح ايضا. القول الثالث. انك لا تهدي من احببت قبل النهي عن محبة الكفار. ويصح على اقوال الثلاثة. لا اشكال. تمام. طيب. انك لا تهدي من احببت. عندنا اشكال ايضا. في الحديث. قال. الراوي. الراوي غير الغواية. الراوي هنا في الحديث. غير الغواية. قال. فكان اخر ما قال. هو. على ملة عبد المطالب. مفهوم؟ قال. فكان اخر ما قال. هو. المفروض يقول. فكان اخر ما قال. يحكي نفس الكلام الذي تكلم به. ابو طالب. انت تقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام. انا النبي لا كذب. صح. انا ابن عبد المطالب. ما تقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام. صح. لماذا الراوي هنا غير. الراوي هنا. قال. فكان اخر ما قال. هو. ما استطعني يقول انا. لماذا. قال تحقيق اضوات اضوات الاحاديد. معتقد. قال والله ما احكي الكفر بلساني. ما احكي الكفر بلساني مع اني حاك الكفر. ليس بكافر. قال لا ما احكي. الحجار. في مرض الموت. قال. اللهم اغفر لي. فانهم يزعمونك. فانهم يزعمون. يعني كذبهم. انك لا تفعل. ذكي. ما يستطيع. فانهم يزعمونك انك لا تكفر للحجار. يعيد هذا على نجل. ما استطاع. مخفوض? ايه نعم. جاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله. هذا ابن هذه المرأة جاءه سهم قبل المعركة. ولا يعرف هذا السهم من المسلمين او من الكافرين. فقالت يا رسول الله اخبرني اين ابني. ان كان في الجنة صدقت. وان كان تستطيع الام تقول على ابنها انه في النار ما تستطيع. قالت وان كان في الاخرى. مفهوم? ما تستطيع تحكي هذا بلسانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسرعوا بالجناسة. فانتكوا صالحة. فخير ان تقدمونانا. وانتكوا. لا يمكن ان توصف جنائج اهل الاسلام بهذا. حتى ان كان هذا الواقع. فشروا تضعونوا عن رقاضكم. قال بعض الطلاب عندنا. من فوائد هذا الحديد. البعد عن الرفق السيئة. حتى بعد الموت. وهو ميت. وهو ميت. ميت. ها ايش? فشروا تضعونوا عن رقاضكم. بسرعة تخلص منه. وهو. انا اعطيه الطالب بدرجة كاملة. لانه ذكر من فوائد هذا الحديث. البعد عن الرفق السيئة. حتى بعد الموت. يقول وهو ميت. ابعد عنه. فما بالك اليوم من يخالطه للبعد. اشتركوا في القناة